طفل يهودي يتسبب بإسلام أكثر من ستة آلاف يهودي في فرنسا والسبب عجيب إن قبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بالإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد مرحبا في مكان ما في فرنسا وقبل ما يقارب الخمسين عاما كان هناك رجل عجوز تركي عمره خمسين عاما اسمه إبراهيم ويعمل في محل لبيع الأغذية كان هذا المحل يقع في عمارة تسكن في أحد شققها عائلة يهودية ولهذه العائلة اليهودية ابن اسمه جاد ويبلغ من العمر سبعة أعوام اعتاد الطفل جاد أن يأتي لمحل العم إبراهيم يوميا لشراء حاجيات المنزل وكان في كل مرة وعند خروجه يستغفل العم إبراهيم ويسرق قطعة شوكولاتة في يوم من الأيام نسي الطفل جاد أن يسرق قطعة شوكولاتة فنادى عليه العم إبراهيم وأخبره بأنه نسي أن يأخذ قطعة شوكولاتة التي يأخذها يوميا أصيب جاد بالرعب لأنه كان يظن بأن العم إبراهيم لا يعلم عن سرقته شيئا وأخذ يترجى العم إبراهيم أن يسامحه وأخذ يعيده بأن لا يسرق قطعة شوكولاتة مرة أخرى فقال له العم إبراهيم عدني بأن لا تسرق أي شيء في حياتك وكل يوم وعند خروجك خد قطعة شوكولاتة فهي لك فوافق جاد بفرح ومرت السنوات وأصبح العم إبراهيم بمثابة الأبي والصديق لجاد ذلك الولد اليهودي كان جاد إذا تضايق من أمره أو واجه مشكلة ما يأتي إلى العم إبراهيم ويعرض له المشكلة وعندما ينتهي يخرج العم إبراهيم كتابا من الدرج في المحل ويعطيه لجاد ويطلب منه أن يفتح صفحة عشوائية من هذا الكتاب وبعد أن يفتح جاد الصفحة العشوائية يقوم العم إبراهيم بقراءة الصفحتين التي ظهرت في هذا الكتاب وبعد ذلك يغلق الكتاب ويحل المشكلة لجاد ويخرج جاد وقد إنزاح همه وهدأ باله وحلت مشكلته مرت السنوات وهذا هو الحال مع جاد والعم إبراهيم التركي المسلم الكبير في السن الغير المتعلم وبعد 17 عاما أصبح جاد شابا في الرابعة والعشرين من عمره وأصبح العم إبراهيم في السابعة والستين من عمره توفي العم إبراهيم وقبل وفاته ترك صندوقا لأبنائه ووضع بداخله الكتاب الذي كان يراه جاد كلما زاره في المحل ووصى أبنائه أن يعطوه لجاد بعد وفاته كهذية منه لجاد الشاب اليهودي علم جاد بوفاة العم إبراهيم عندما قام أبناء العم إبراهيم بإصال الصندوق له وحزن حزنا شديدا على العم إبراهيم وهام على وجهه حيث كان العم إبراهيم هو الأنيس والمجبر له من لهيب المشاكل ومرت الأيام وفي يوم ما حصلت مشكلة لجاد فتذكر العم إبراهيم ومعه تذكر الصندوق الذي تركه له العم إبراهيم فعاد للصندوق وفتحه وإذا به يجد الكتاب الذي كان يفتحه في كل مرة يزوره فيه فتح جاد صفحة من هذا الكتاب ولكنه كان مكتوبا باللغة العربية وهو لا يعرفها فذهب لزميل له تونسي وطلب منه أن يقرأ صفحتين من هذا الكتاب وبعد أن شرح جاد مشكلته لزميله التونسي أوجد هذا الأخير الحل لجاد ذهل جاد وسأله ما هذا الكتاب فقال له التونسي هذا هو القرآن الكريم كتاب المسلمين فرد جاد وكيف أصبح مسلما فقال التونسي أن تنطق الشهادة وأن تتبع الشريعة الإسلامية فقال جاد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أسلم جاد واختار له اسما وهو جاد الله القرآني وقد اختاره تعظيما لهذا الكتاب المبهر وقرر أن يسخر ما تبقى له في هذه الحياة من خدمة هذا الكتاب الكريم تعلم جاد القرآن الكريم وفهمه جيدا وبدأ يدعو إلى الله في أوروبا ونزل في فلسطين وكان يدعو اليهود الموجودين في تل أبيب حتى أسلم على يده خلق كثير ووصل لستة آلاف يهودي ونصراني وفي يوم من الأيام وبينما كان يقلب أوراقه القديمة فتح القرآن الكريم الذي أهداه له العم إبراهيم وإذا به يجد بداخله خريطة العالم وعلى قرة إفريقيا توقيع العم إبراهيم وفي الأسفل كتبت الآية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فانتبه جاد وأيقن بأنها وصية من العم إبراهيم وقرر تنفيذها وذهب يدعو الله في كينيا وجنوب السودان وأوغاندا والدول المجاورة وأسلم على يده قبائل كثيرة أكثر من ستة ملايين إنسان وفاة جاد القرآني الداعية الملهم قاد في الإسلام ثلاثين سنة سخرها جميعا في الدعوة إلى الله في مجاهل إفريقيا وأسلم على يده الملايين من البشر توفي جاد القرآني عام 2003 بسبب الأمراض التي أصابته في أفريقيا بسبب الدعوة لله وكان وقتها يبلغ من العمر 54 عاما قضاها في رحاب الدعوة إلى الله أمه كانت يهودية متعصبة وكانت معلمة جامعية وتربوية وأسلمت عام 2005 بعد سنتين من وفاة ابنها الداعية أسلمت وعمرها سبعين سنة وتقول أنها أمضت ثلاثين سنة التي كان فيها ابنها مسلما تحارب من أجل إعادته للدين اليهودي ورغم خبرتها وتعليمها وقدرتها على الإقناع لم تستطع أن تقنع ابنها بالعودة بينما استطاع العم إبراهيم ذلك المسلم الغير متعلم كبير السن أن يعلق قلب ابنها بالإسلام وإن هذا لهو الدين الصحيح ولكن لماذا أسلم؟ يقول جاد القرآني العم إبراهيم ولمدة سبعة عشر عاما لم يقل يا كافر أو يا يهودي ولم يقل له حتى أسلم تخيل خلال سبعة عشر عاما لم يحدثه عن الدين ولا عن الإسلام ولا عن اليهودية شيخ كبير غير متعلم عرف كيف يجعل قلب هذا الطفل يتعلق بالقرآن الكريم في موضوع آخر وحصري يذكر أن الرئيس ناتنياهو زار بالأمس إحدى المدارس في تل أبيب لكن ما حدث معه كان صادما للغاية لقد دخل المدرسة وأخذ يضحك ويداعب الأطفال ويتصور معهم ولكن لسوء الحد أن من بين هؤلاء الأطفال كانت هناك طفلة مسلمة وكانت هذه الطفلة مهتمة كثيرا بقضية فلسطين على الرغم من صغر سنها سبحان الله وكانت هذه الطفلة المسلمة من أصول نيجيرية فإذا به يرى الطفلة المسلمة تبدو غاضبة وتنظر إليه باستحقار فنادى عليها الرئيس ناتنياهو وقال لها تعالي إلى هنا فاستحبت المعلمة الطفلة المسلمة وذهبت إلى الرئيس ناتنياهو فجلس ناتنياهو مع الطفلة المسلمة وقال لها لماذا رفضت أن تأتي إلي أنا هنا في المدرسة لأنني أحبكم جميعا فقالت له أنا فلسطينية أصيلة فضحك ناتنياهو وقال لها يبدو على بشرتك أنك أفريقية ولستي فلسطينية فقالت له الطفلة المسلمة نعم أنا نيجيرية ولكن الفلسطين بلد الثانية فلسطين بداخل دمي أنا أحب شعب فلسطين كثيرا وأنا مسلمة وأنا لا أحبك لأنك تبغض الشعب الفلسطيني وهم إخواني وأنت تقتل الفلسطينيين وتبعدهم عن المسجد الأقصى فحاول ناتنياهو الهرب من كلام الطفلة المسلمة فقال لها هل جميع المعلمات هنا في المدرسة يحبونك فقالت له أنتم تقتلون الفلسطينيين لأنهم يدافعون عن أرضهم لماذا تتعدوا على أرض غير أرضكم وللمرة الثانية يهرب ناتنياهو من الرد على الطفلة المسلمة وقال لها فلسطين هي أرض إسرائيلية في الأصل وسنعيدها كما كانت قالت له الطفلة المسلمة لا تقدر هل تعلم لماذا قال لها لماذا قالت له لا تقدر أن تفعل ذلك لأن فلسطين في حماية الله وكان هذا الرد كالصاعقة لناتنياهو وشعر بالخجل الكثير